موسيقى مساء الخير ست نبيل عباد فخامة الاسم تكفي زي ما بيقولوا اسمها ارتبط بلقب نجمة مصر الأولى فهي صاحب التاريخ حافل بالنجاحات مدرسة فنية كبيرة تعاملت مع الكبار وكبرت معهم أكيد نبيل عباد صاحبة أشهر ضحكة بالعالم تحت تصارد ضحكتها على الموبايل نبيل عباد مش بحاجة لكل هالمقدمات هي بتدخل القلب من دون استئزام إذا اليوم بدي أحكي عنا رح نحتاج لساعات وساعات هي معانا ومنورانا من الكاهرة أم الدنيا ست نبيل عباد أهلا وسهلا فيك معنا اليوم على شاشة الأو تي في ببرنامج حكي عالمكشور أهلا بيكي أنت هنا عندنا في مصر حبيبتي وأهلا بيكي على كل المقدمة الحلوة اللي قلتيها علي دي جسمي أشعر كده من كترة ما بتقولي الكلام الحلو ده فأنا سعيدة باللي بتقولي ده وربنا يخليكي مرسي قوي 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 حاسقالك سؤال أخليه بالندارة ولا ألع الندارة؟ أنا بالنسبة لإلي اللعيها أوكي لأن عيونك أحلى بكتير الله يخليك الله يخليك تميزتي بجمال العيون الله يخليك بس خلاص كدرنا بقى شوية مش كده ولا إيه؟ لا بالنسبة لإلي مش مجاملة شوية يعني كده بعدك حلوة جمالك متميز يعني لما كنت تطلع على الشاشة كان يميزوكي عن الممثلات المصريات أنت من أم وأب مصر؟ آه صميم صميم يعني يعني آه يعني الأم الجدود سعيدية السعيدية والأب من طنطة لكن هي ماما كان دمها خفيف ماما كان دمها خفيف قوي 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 فكانت أحيانا تقول حاجات أنا أضحك على الحاجات اللي بتقولي فأضحك ويوم علي وأعمل كده وأقوم تاني واروح لها تاني ولي تقولي اتحكي اتحكي بكرة الضحك يغلق فهنا ده جاي من ماما لأن ماما كانت دمها خفيفة ستة زريفة جدا الله يرحمها فكانت دايما بتقولي على النصيحة لي اتحكي بكرة يغلق وهو فعلا غيري فين الضحك ما فيش الضحك ما بقى في ضحك هلا؟ يعني قال لي شوية لأن الناس بتفكر دلوقتي في حاجات وحاجات تانية كتير قوي فأتصور إن الضحكة قال فعلا قال بس أنت ضحكتك بعد عم صرفح المقلوب خليكي عم صرفحي لأن ضلنا نسمعها عرامة الموبايل حذروها لا أنا حاب تضحك أنا مقدرش أنا حاب تضحك يعني أنا كان فيه إيه ما كنت بيشتغل في المسرح ولما روح أتفرج على المسرحيات أنا الممثلين اللي على المسرح ما بيقدروش ونحصل حوار بيني وبينهم يعني آخر مرة أنا كنت بتفرج على محمد صرفحي فأنا وأنا قاعدة هو قال كلمة فروح تضحك فوهو بيشتغل قال انت جيتي؟ فروح تضحك راحت الناس ضحكة معي فبقت الليلة كلها أنا أضحك وهو يضحك والناس تضحك ده معروف عني لما بروح أتفرج على المسارح برضو مع بدير مع كل اللي بروح أتفرج عليهم بيحصل الحكاية دي أنا شخصيا لما كنت بشتغل مصرح كان ما يقول محمد عود قدامي حاجة أروح ضحكة فيتشد أو يقول يلا قلو مش قادرة فالناس تروح ضحكة أخرجوا عن الناس تروح ضحكة فأنا بحب الضحكة أنت تعرف شو يقال أنه أصعب شي بهيد الدين أنك تضحك الناس أسهل شي إنه نيبكوا بس إنه يضحكوا كتير صعب هم بيضحكوا على ضحكتي لأن أنا بدحك لأن أنا بدحك على ضحكتك حلوة بدحك على اللي بيقولوا فببوز المسرح ورا خالص يعني مركوا التنور ده وبنتفرق برضو على صفحة فبقيت هتضحك قوي فتقول لي بقى أقول لها لا ده هم بيتبسطوا على الضحكة ده وبدنا ضحكتك هلأ تنور شاشة الأوتي فيديو إن شاء الله بيزن الله كانت والدتي كتقلك عطول أنت وصغيرة كفاية بقى كفاية بقى لأنك كنت عطول توقفي على المراية وتقلدي الممثلين كيف حلمك؟ ما تشوف حالك إلا ممثلة أبداً لما كنت أرجع من السينما أقف قدام المراية وأقلد الفيلم اللي أنا كنت بتفرج عليه أقلد الممثلة إذا كانت وقتها فتن حمامة أو إذا كانت وقتها مين يعني أرجع وهايت وزي ما بتعملوا كده فما ما تخشي لي وأنا قدام المراية تقول لي حتتجنيني حتتجنيني بس كنت أنا عشقة عشقة جداً 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 للسينما وللأفلام كنت مين بتعشاء ابنا أنا مصيرت؟ كلهم أنا كان عندي الأفلام دي يعني مش حد معين اللي هو بتفرج عليه لا كل الأفلام كنا ساكنين جانب سينما وكان على طول كل يوم أروح أتفرج وأتفرج على الأفلام يوم الجمهة أروح أقطع تذكرة وانزل كده دافع تذكرة وانزل أعد وأتفرج وحافظة بقى الفيلم يعني ببقى حافظة الفيلم أه أحفظ الفيلم طب ببداياتك أول فيلم ما صالتيه أهلك ما عرفوا فيه لا وتفاجأوا خانت ردة الفعل يعني مفاجئة لأه أه لا هو أنا أنا رحت عملت التست زي ما بيقوله عملت التست كان عندها حلم رفلة ولما نجحت بقت المشكلة إن أنا واجه إن أنا نجحت ولازم أشتغل فالأول عملت في مفيش غير كده عملت دور سغير مفيش كلام ولا أي حاجة وبعدين بعد كده بقت مطلوبة إن أنا سافر معهم بور سعيد فبقت المشكلة أنا حقول لأمي حتقولي إيه؟ حقول لأمي أنا رايحة فين؟ فعملنا بقى حيال وعملنا حاجات كن لها ناس قريبين منها أقنعوها وكان فيه ساكن في نفس العمارة مرسلة شادية؟ لا طاهر أخو أخو شادية الله يرحمها كان في نفس العمارة وأمنوني قالولي 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 دي تخليها أمانة معاك توديها وتجبها ففعلا خدني وداني لغاية القطر محطة القطر أركبها وحد استلالني من هناك اسمه عبد المسيح الله يرحمه برضو كان مدير الإنتاج خدوني ودوني على القتال ونمت تاني يوم قمت وصورت ورجعت تاني بناس اللي بقترو ورجعت خدني طهر شاكر رواحي يعني فبقى الناس اللي هما قريب دول تدخلوا مع معما إن لي لا ومتعملش ليه وتقالتهم دراستها ولازم تشتغل ولازم تعمل ولازم ولازم فقلت لها حقدر أجمع بندون دا يعني ولا قدرت أجمع ولا قدرت أعمل أيام أنا كان خلاص بعد كده لما خدوني عشان أعمل رابع العدوية كان بالنسبة لي بقى خلاص رحت عملت التست بقى ونجحت فيه والحمد لله ربنا وفائي الحمد لله إنك ضليتي بالسنماء لأنه أنت أيكوني بالسنماء الله يخلي أيكوني فعلا مش بشهدتي بشهدة كل الإعلاميين والنمثيلات والمنتجين والمخرجين يعني شابت اليوم هل أدل قد قدامهم صغير كتير فعلا يعني عجل كما هوقوله في غنيلة شريعة عبدالوهاب طبعا تسمعي أغنية آه طبعا طبعا بتحبيها حسين بحبيها دي حبيبة قلبي انت عارفة إنها أول من غراءتها كلامك أول من ظهرت جات في عيد ميلادي هي وتامر حسني وجم هما الاتنين وحضروا عيد ميلادي وقعدوا غنوا كده وكانوا الزوغنانين قوي كده وبعدها ربنا الحمد لله يعني فتح بوجه الحمد لله الحمد لله بتقول فيها الحياة عندك مراحل أغنية عن جد حلوة كتير مراحل أكيد ست نبيل عباد مرأت بمراحل كتير إن كان بحياة العملية ولا حياة الشخصية ولا الحياة اليومية اللي إحنا منشهدها اليوم أي مرحلة بتوقفي عندها بتقولي فعلاً فعلاً يا نبيل هاي المرحلة اللي كنت بحاجة أنا لإلى بحياتي تضل مبسوطة هو في المرحلة اللي قبل اللي إحنا وقفين عليها دي القبل اللي إحنا اللي أنا وقفة عليها دي في مرحلة عدة دي كان كلها وهج كلها وهج وكلها أفلام نجحة اللي هي بداية من ولا يزال التحقيق مستمراً أربوك أعطني هذا الدواء أيام في الحلال التخشيبة انتحر صاحب الشقة كل سلسلة الأفلام دي اللي هي فيها إحسان عبدالقدوس وما استجد على إحسان عبدالقدوس كشف المستور والرقصة والطبال والرقصة والسياسي وكل الحاجات دي كلها دي اللي كانت المرحلة اللي كلها كان وهج بالنسبة لي ونجاح مستمر ومش عارف أفكر في أي حاجة غير في اللي أنا في ده فهي دي طبعاً المرحلة اللي أنا بحبها في حياتك العملية هي دي هي دي المرحلة ما أنا حياتي العملية هي دي أهم حاجة في حياتي يعني أنا مكنتش بفكر في أي حاجة إلا في شغلي فقط ولغاية النهاردة يعني أنا مقوب أفكر في الشغل هعمل إيه؟ أفكر في نفسي أحافظ على نفسي أحافظ على دا على دا كله دا عشان خدمة اللي بما أنه عم بتحافظ على نفسك كنت عم بتطلع فيك ابن شوي بما أنه أنت فتحت الحديث يعني مستحية كتبك ماشاء الله عنك يعني رفيعة آه رفيعة تعمل إيه؟ ما باكلش قاعدة بلا أكل لا بلا أكل ما باكلش أبدا؟ ويستغربوا علي لأنه بعد ما باكلش ما ند شي دي ما باكلش من قدي هاي دي الحالي؟ لا دا أنا أنا طول عمري أنا طول عمري نحيثة رفيعة رفيعة مليش في الأكل إلا بعض حاجات قليلة جدا جدا ولكن أنا ما تصنفش وما يتقلش علي دي أكلة دي بتاكل دي بتحب الأكل لا 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 وبتقدر عندك إرادة هالقات آه 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 يعني لما عود كده في وسط الناس كده يعني لما كل يا نبيلة آه حاضر طيب وبعدين لي حاجة أصلانا فيجيتاريا أنا ما بيتحب اللحمة والمججوش و السوق لا 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 سمك ممكن تكد آه لا السمك طوى لا سمك مناخدك لعننا على لبنان نحنا مشلونة السمك عنا طيب آه طبعا وهنا عندنا ناخدك وإحنا عندنا هنا طيب احنا كمان آه طيب نعزم بعض آه آه طبعا طبعا أكيد هوني بلد الحلو كتير بكل شي متل ما بقوله يعني مصر أم الدنيا متل ما بقوله يعني عطيب ولبنان لبنان كمان أنا بحب لبنان قوي ما تتصوريش إزاي عشق الأول يعني بلدي التاني لبنان بلدي وشفت فيها أيام حل وحل وحل وجميلة ولو لما روح قلبي بقى يدق كده كنت تحبي حداً بلبنان؟ غير إني حبي حداً بلبنان إذا شوي بدنا نحكي شخصي مع أنه ما بديك تترق كتير للحياة الشخصية هقولك غير إني أحب حداً بلبنان أنا بحب لبنان يعني قلبي يدق على لبنان على لبنان متما أنا قلبي بيدق على مصر أيوة يعني أنا أحب لبنان قلبي يدق على لبنان يعني لما روحوا وبقى فيها بعدين أنا بحس إزاي بي حبت العالم ده إليك أه بحس إزاي بيحبوني قوي بحس إزاي والله أنا لما بقى نزلة وأمشي ولاقي المحلات بتطلع كده ستنا بيلا ستنا بيلا ده عندي بالدنيا أحس إن عمري بيطول تعرفي بهيد المقابل لما كنت عم حضرها طبعاً يعني تعرفي بتسأل لي حواليكي قالولي سأليها خليها تعيد لو عشر مرات الحديث راح نضلنا نسمع علي إيه؟ آه لأن الفعلها بيحبوني بيا أنا عارفة أنا عارفة أنا عارفة لأ أنا دي عارفاها وحتى اللي بلاحظه إن حتى الأجيال اللي طالع الأجيال الجديدة اللي بلاحظ إن الأجيال الجديدة بتحبني ده بيبقى راجع هل هم بيسمعوا من أهلهم؟ هل هم بيعود يتفرجوا مع أهلهم؟ لأن الجيل الجديد بحس قوي لنافس الإحساس إنه هو بيحبوني هو هم كمان لأ هايدي شي دي عانجات فعلاً بيحبوكي يعني حتى صغار 18-19 ايوة بيتبعوكي على اليوتيوب من خلال أفلامك اللي حتطرق عليها تفصيلياً لأنه كل فيلم الليه ذكرى عندك وكل فيلم الليه راجع كما بقوله هو عش خلينا نبلش أول شيء بمعارفة أنا نفسي مستغربة إن الجمهور اللي هو من السن ده أو الجيل اللي من السن ده صار 19-20 أنا نفسي مستغربة يعني أنا كنت فكرة إن خلاص الأجيال اللي هي الكبيرة اللي هي القديمة اللي هي من فترة فاتت كنت فكرة إن هما دول اللي بيتابعوني ولكن لقيت إن الجديد كمان الأجيال الجديدة كمان جيل الميلانيوم جيل التكنولوجيا الميلانيوم أيوة أيوة صح طيب ليه ولا مرة سألتي حالك ليه هالأج بيتابعني؟ شو تركت أثر عندهم أنا طيب يتابعوني هالأج؟ أكيد هما بيتفرّجوا على الأفلام أكيد بي بيسمعوا من أهليهم بيلقطوا من أهليهم بيتفرّجوا شافوا إن ده حصل فيه إعجاب فبقى ده نعمة من عند ربنا طبعا وتعدد أدوارك يعني كم الأدواري عملتيا بالسينما صرت مدرسة لا يرجعوا لملفك لا يرجعوا لأفلامك ياخدوا مني كيتعلموا التمثيل أكتر فعلا يعني الحمد لله خليني بلش بفيلم الراكسة والسياسة اتفضل يعني أول ما فتة كانت الموسيقى طبع هيدا الفيلم اللي بعدها لهلأ من حبه شخصيا أنا كل يوم بسمعه أنا حطاها على الموبايل بتاعي حطاها على الموبايل ورايحة جاية في البيت تيرا رتا طب ترى رتا طب كل اللي في البيت بقى على طول بعدك ترقصي عليها؟ أنا بتفرّق طبعا عليه لما بيطل أو تيجي أول ما تيجي دي روح متحركة طبعا عليها لأني حفظها وأنا بتمرّن في البيت موسيقى مين هيدا؟ دي خالد الأمير خالد الأمير هما في أربع عملوا المزكة في الرقصة والسياسة محمد سلطان عمل اتنين فاروق سلام عمل اتنين خالد الأمير عمل حتى دي اللي رقصتي عليها بس التنين حلوين قوي كمان معمولين حلوين قوي ولكن دي معرفة يمكن رقصتك عليها كيف كنت عم بترقصي وكيف كانوا النساء عم يتفرجوا عليك وانت بكل فخر يعني بكل سقة ما كنت عم بتردّ عليهم يعني اكتعطي دور المرأة اللي أنا وانا فعلا عندي سقة بحالي أيها القوية أيها اللي هني كنا حاولوا ببعض المحلات انو بدون يستهزقوا لأنك راوقيصة يعني أيها ده في الحوار وهم قاعدين كان عالترابيزة أيها لأ حفظة الحوار كويس أه ده وحيد حامد واحدة وحيد حامد طبعا ما نقدش يعني كان قصم عم يستهزق قصم عم بيغار منك يقول انك زودتها قوي زودتها قوي أه أه هيدا الفيلم كواليسه فيك تخبرينها شوي أكتر عنا شوفي هقولك على حاجة الفيلم ده مش هقولك اتعمل إزاي أولا احنا كلنا كنا في حالة جيدة جدا 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 لما وحيد حامد خد الرواية دي من إبراهيم شوقي أنا كنت مديها لو كنت أنا اللي شريها ومديها لإبراهيم شوقي خدها وقراها ووعد إنه حيكتبها وبعد شهر ونص طلبني في المكتب وروحت عنده وقرالي السيناريو وأنا قاعدة في ساعة ونص وتم الاتفاق على الرواية وبدينا نحضر ونعد الإعداد بقى بتاع الفيلم وكان كل الشغالي اللي بيشتغلوا العاملين كلهم اللي بيشتغلوا اللي بيعملوا حتى اللي بتعملي هدوم الرأس في حالة جيدة اللي بيحضر المزيكة في حالة جيدة اللي بيدربني اللوكيشن نفسه كل ده ما خدش وقت أبدا خلص بسرعة جدا ولا مشاكل ولا أي حاجة لأن كلنا كنا حبين العمل وطلع زي ما انتشافها طلع كسر الدنيا لازالة هلأ منتابع يعني ستتحضر الفيلم أكتر من أربع خمس مرات وبتحبيه أكتر وأكتر أربع خمس مرات ده أنا عندي يحدة تقولي أنا لو لو خمسين مرة حفزها وتفرج عليه تاني بيعيدوه بعيدوه أكتر وأكتر بيعيدوه وحفزينه هيدا الفيلم إله نكهة خاصة يعني حتى بدلة الرأس اللي كنت عم ترقص فيها الكل بيحاول يقلد مثله طي يرقص مثلك دازلت بتحتفظ فيها آه كل البدل كل الحاجات اللي عملتها يعني أنا عملت الرقصة والطبال محتفزة ببدل الرأس بتاع الرقصة والطبال الرقصة والسياسي محتفزة بيهم طبعا سمارة الأمير ما برضو كان كله بدل رأس محتفزة بيهم لغاية دلوقتي ده هلأ آه خليني أحكي شوية عن بدلات الرأس وعن كل تيابي مصر السماتي عايزة إيه عايزة إيه من بدل الرأس خبرك بس بعد البريك بردي نطرك أوكي مشاهدينا انطرونا بعد البريك راجعين لكم موسيقى تعرفي لي عم بسألك عن تيابيك؟ أعني لأنه كثير أشخاص مثلا بقولوا لي ما بيعرونا للتياب طبعا بدنا نستعيرهم يمكن يمسلوا فيهم مسرحيات أو بالجامعة تعمليا؟ آه يمكن حدا بدو يؤدي دورك يعني بجامعة بمسلسل يعني أنا ما اعتقدش هياخد ده وحيبقى معروف إنه متكرر ومتشاف اللي عايز يعمل حاجة عايز يعمل حاجة جديدة فما اعتقدش إنه ممكن ياخد بس التكرار ببعض المحلات بفيد لو هي محتجاها وعايزها وأنا مش عايزها حاديها لها لكن لو أنا محتفظة بيها ومحتفظة بيها وعايزها للذكرى تبقى عندي لكن لو ممكن عندي حاجة تانية مطلع تشبيها وأقدر أديها لها أديها لها لكن اللي تلات بيه ممكن احتفظ بيه في عندي مطلعتش بيه أقدر أعيره لا أسلف هول هيا تسلي فيه لما فكرت ولا مرة كل هول التي اللي موجودين عندك ولازاله أكيد تعملي فيهم مشروع خيري؟ والله والله أنا مفكر وهي مشكورة مدام سميرة أحمد هي صاحبة الفكرة وهي طلقت فيه أول واحدة لا وقالت لي عليك وتكلمتني وقالت لي نبيلة أنا عايز أقولك على مشروعه يعني الحاجات بتاعت الأفلام الأفلام اللي إحنا اللي طلعنا فيها ناخد الحاجات اللي هي من الأفلام يعني عشان كشف المسطور عندي شنطة باينة مسكين وباينة استعملتها فالشنطة دي لما حطها أقول دي من كشف المسطور عندي الندارة اللي استعملتها أقول دي من كشف المسطور عندي مثلا فستان أقول ده من مثلا من أيام في الحلال عندي حاجة من مسلسل أقول ده من العم نور أقول ده من صاحب الجلالة الحب فأنا عندي الحاجات دي كلها موجودة ممكن فأنا بفكر ده هعمله إن شاء الله يعني على أواخر الصف وهي مشكورة أنها هدتني الفكرة الحقيقة وهي بتحبك كتير على الفكرة وأنا كمان وسمعت خبرية أنه ممكن تطل ضيفة شرف بمسلسلة بالحبة حنعدي أنا ما أريتش لسه الدور يعني ما قدرش أقول لك أنا إيه الخبرية من الصحافي يعني لو علمات أنا ما أريتش الدور ما عنديش فكرة عن الدور إيه هو ما عنديش فكرة فما قدرش أرد عليكي ولا أقول لك أنا قريته ولا ما أريتوش إذا كانت خبرية لكن أليس ما عنديش فكرة إيه هو عبارة عن إيه طب وين غايبة؟ أي ما تبت تجعل تطل علينا بعمل آه حتطل إن شاء الله قريب إن شاء الله هو أنا الغايبة دي أنا كنت أصدها حب الجمهورية اشتقلك أكثر؟ معرفش جات لي فترة كده حسيت أني مش عايزة شوية وعايزة أشوف حاجة تانية أعملها تكون واخدة شكل تاني غير اللي أنا يعني فيها هي وقفة بس الوقفة طويلت هي وقفتها وقلت لأ أنا عايزة أشوف أنا نعم؟ ترتاحي شوية متنسيل؟ ممكن تقوليها كده مش أنا التنسيل في دمي ما أقدرش أبدا يعني يعني أغيب أغيب عنها آه ولكن أنا عملت وقفة تأمل كده يعني بحاجة إلى ناس آه تأمل إنك عايزة تعملي حاجة هتعملي إيه هتعملي لازم تعملي حاجة يعني عملك حاجات كتير والحاجات كويسة والحاجات كلها خدت عليها جواز وتقدرت عليها جدا فما ينفعش أعمل أي كلام ولا أي حاجة فلازم أنا أعمل حاجة تكون كويسة فهنا وقفت الوقفة بقى الحاجة اللي كانت بتيجي لأ مفعش كنت الضرف دي ما ينفعش أعمل بحاجة الممثل ساعات يقعد لحاله يرجع يكون هو يعني يحس حاله بشخصه مش ممثل بعيد عن العالم شوي بتحسه بحاجة لهيدا الشيء آه ممكن تحس إنك عايزة تبقي مع نفسك بقى شوية وكده يعني أنا قصدت ده أنا قصدته يعني كنت ببعد شوية أنا بحب السفر بشكل فضي بتسفري كتير جدا يعني لو تيجي دلوقتي تقولي تيجي بكرا نروح مع رشفين أقولك يلا وشمتتي على طول تسفري بكرا روح بنا آه على طول يلا حضري نفسك آه والله فأنا بحب أخذت معايا يلا أوكي وعد وعد مقداش خلينا نشوف نتباحث يعني نتباحث بعد الحلقة نتباحث آه نتباحث فهو أنا بحب السفر فركزت شوية في السفر وكان عندي أصدقاء بشوفهم كتير وده وده فأصدت إن أنا أبعد شوية أشم نفسي وشم الهواء أشم هوا متل ما بقوله أشم الهواء نوع من التغيير نوع من التغيير أصدت التغيير حلو التغيير من فترة لفترة لا أنا لا أصدت أنا لا أصدت أصدت أبعد عن كل حاجة عشان ما ما استهلكش قوي كده ما أنا كنت أصدق 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 عدد لا يحصى متل ما بقوله يعني كل دور اللي هو نكهة متل ما قلنا يعني أي اليوم رابعة العدوية أه هيدا الدور اللي رائع كمان اللي أنت بس تحكي عنه بالطيرة أصدق لا ده حاجة 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 حلوة أوي هو فعلا حلوة حاجة حلوة أوي طبعا شو اللي بيخذي ومنحظي أنا أن أنا أنت دي أخذت الدور يعني أول ما بديت خدت الدور ده ده منحظي أنا من ساعدي أنا أن أنا في بداياتي أعمل دور بالقيمة دي وبالمستوى ده وصطم كل سوم وبالألوان وكان وقتها الألوان دي حاجة حاجة ندرة أنك تعملي فيلم ملون حاجة ندرة جدا 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 وبعدين سطم كل سوم وبعدين جايبين لي الجهاز بقى اللي يعلمني الناس اللي تعلمني الأزياء والهدوم شادي عبدالسلام تصميم وبس شادي عبدالسلام الناس اللي علموني الكست اللي اشتغلت معاهم فارد شوقي وعمد حمدي وأحسن رياض وكل دول ودول احتووني يعني تبنوني دول كله والإخراج لنيازي مصطفى ده مخرج كبير نيازي مصطفى حضرتك اشتغلت معا كتير أه أنا اشتغلت معا كتير أنا اشتغلت معا قلة ويكاد يكونوا على سوابع الإيد الوحدة كده يعني نكملهم بالإيد التانية يش المنتجين كانوا كده المخرجين والمنتجين المنتجين كانوا برضو على حسب المنتجين كانوا برضو قليلين يعني والسنة اشتغلت مع المخرجين يعني اشتغلت طبعا مع عاطف سالم مع نيازي مصطفى مع فاطينة عبدالوهاب مع حسن الإمام طبعا عملت معه اشتغلت مع بعد كده عاطف الطيب علي عبدالخالق وتعملت مع كمان حسن كمال اه واشرف فهمي اه طبعا طبعا لا دول حالة تانية خاصة لاتنين دول بس حسن كمال عنده حالة خاصة معك يعني عطول كل مؤادلاتك بتحكي فيه عنه كنا أصحاب قوي أصحاب قوي 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 أصدقاء قوي 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 وكان اشرف فهمي برضو عملت معا برضو يعني كان فيلم حلوين جدا وبعدين فيه كمان حد تاني لا حسن كان بتربطني بيه صداقة قوية قوي قوي وعاطف الطيب بديك البرابر أكتر شي اه لا ديك البرابر وفيه كان اي تاني فيه اه اه ايام في الحلال ايام في الحلال طب اليوم كل مخرج اكيد كان اضيف لها نبيلا عباد شي مين اكتر مخرج اليوم بتقول اليوم نبيلا بتقعد لحالة بتقول هيدا اضاف لي كتير لأ مانا زي ما قلتلك انا كل واحد قوي ناس الدغيجي انا اشتغلت مع ناس الدغيجي مجهلة تحيير الستينة اه طبعا اشتغلت مع ناس الدغيجي نساء عن جد اللي فعلا اه لأ طبعا عملت ثورة بين النساء اه عملتلي هي اه 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 اتحدي وعملتلي اه اه في فيلم كده تاني عايز افتكر وكده مجل التحدي وحاجة تاني في فيلم كويس قوي كده عملت هولي كم فيلم عندك؟ انا عندي لانه الاعداد تختلف على اليوتيوب يعني ما فينا نحدده يعني فوق الستة وتمانين فيلم يمكن اكتر كما اه 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 في فيلم الطفل مدلل عندك؟ كلهم انا بحبهم كلهم يعني كلهم اطفالي؟ كلهم طبعا انا بحبهم كل واحد لو حاجة في نفسي كده مقدرش اقول ده ولا ده ولا ده لكن هما كلهم تعبت فيهم وعملتهم في فيلم لازم اسألك عنه انا كتير بحبه هو العذرة والشعر الابيض مع النجم الكبير محمود عبدالعزيز وشريهان اه 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 هيدا الفيلم شو كواليس وش بتستذكر منه اكترش اليوم؟ اول لان انا ما جربتش الامومة ما خلفتش فاهماني فهنا كان ازاي تعملي الحنان الشديد ده قوي قوي على طفلة انت متبني اياها؟ قدي ده دور صعب وحضر محصل وقت اه بس انا كنت باخد حنان امي لي باخد حنان امي لي عشان هي كت بتحن عليها قوي قوي باخد حنان امي لي واخده انا ووديه للبنت اللي انا متبنيها في التصفير يعني اخد الحنان بتاع امي ده الطاقة اللي عندها ده طاقة الحنان تعطيها للبنت اخدها وديها للبنت اللي انا المفروض متبنية هذه كانت امنية امك انه يكون عندك ولد اه طبعا هل قدي التمثيل له هيك؟ اه انا ما عرفتش حقق هلها حقيقا يعني ده الحاجة الوحيدة اللي انا بقول لها سامحيني فيها لاني ما عرفتش حقق هلها اه بتندم انك محققتيات تقولي ليه ما كنت تمثيل هل قدي شغلني؟ يعني مش عايزة قوي كده عشان عشان هي دي كترغبتها و ما كنتش عايزة تروح زعلانها يعني عارفة لكن هي اكيد كان نفسها اكيد كان نفسها بس ما عرفتش حالها حياة العملية لهتك اخدتك كتير عشان انا كنت مركزة جامد قوي 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 في التمثيل ولازلت عشكك التمثيل يعني ولازلت حنرجع نشوفك باعمال اكيد ان شاء الله هنشوفك بمسلسل ولا فلم عم تتحفظ الابتك تحكي؟ لا ولا اهو فيه فيلم المفروض فيه فيلم المفروض تجعتي اكتر للافلام المسلسلات كنت بعيدة عنا شوي اه المسلسلات والمسرح يعني العمى نور هو اللي كتير حافظيه العمى نور وكان فيه اخر حاجة البوابة التانية العمى نور ده حق ارادات حق قوي 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 البوابة التانية لانها كانت بتصير قضية كل الناس عارفينها دلوقتي ومشكلها ومشكلها عارفها ازاي فالناس ما بقتش عايزة تسمع قوي المشاكل والقضايا والحاجات اللي هي يعني كانت شوية كده فبس لكن انا كنت مقلة في التليفزيون وكنت بهرب كنت بهرب، وكنت مقلة في المسرح كمان يعني المسرح كمان كنت مقلة فيه وتليفزيون كنت مقلة فيه لكن كانت السينما هي الواخداني والسينما هي العشق الوحيد الاهياني والعمة نور قدي هيدا المسلسل اللي بتبيني الحنوني لا ده حلو ده حلوة حلاوة كتبه محمود أبو الزيد ده حلوة حلاوة ده حاجة وبعدين خلي بالك كل بعد كده اللي يتعامل بقى تقليد له فعلا تقليد له لأن يتعامل الموضوع حلو قوي فكل اللي يتعامل بقى تقليد له كمية هالحنان الموجودة عندك وهي مخلفتش هي كمان هنا مخلفتش وجاية عايزة بقى الغربة وجاية لهم بقى عايزة تسعيدهم وعايزة تبسطهم فبيصدفها بقى مشاكل كتير ولكن كلها مشاكل كوميدي طبعا بس يقال عطول انه ست نبيل عباد هي جدعة وبنت شبرة وقوية والامرأة الجدا هيكي عندها شخصية بس بنفس الوقت قلب طفل هو انا احنينا اي انا احني يعني احنينا وطيبة يعني ماستحملش حد تعبان ماستحملش حد في ازمة في ازمة لا ماقدرش شوف حد في ازمة حتى لو كان منك اصدقاء انت وياه لو لو هو لو لو مش اصدقاء يعني مش قريب كتير لأيك لو ما ازم ما اقف جنبه او جنبها اقعه لو ما ازم في ازمة او في قرب او في ديق او في اي حاجة لا ماقدرش ما فيك ما ماقدرش ما قلبي ما بي قلبي ما يجبنيس لا ماقدرش اليوم اي مطا بتبكي سب نبي العباد شلو بيبكيه اكتر شي انا دمعيتي بتيجي قريب يعني مش يعني لو لو حاجة كده تأثرت بيها تلاقي صوت يتغير وتلاقيني وتلاقيني يعني اه تأثرت ما انا انسانة بتحس يعني عارفة زي لو في حاجة يعني حستها كده اه لو حيوان لقيته بتضرب قدامي او جراله حاجة او لو لو قيت منظر قدامي وانا ماشا كده يعني يعني اتأثر على طول يعني انا مش احنا بنحس ولا ايه لا اكيد بتحسه يعني واستعرفي على طول اللي بيكون على الشاشة بفكروا العالم انه هو شخص تاني لا بس يشوفوه بفكروه انه هو لا انسان بيمثل ادوار كتير يعني بيتقنصها بس هو بالفعل انتوا من اشخاص متلا يعني عادي لا 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 وانا بصفة خاصة يعني انا بصفة خاصة مقدرش اشوف حد متضايق متعزب متقلم ما يعني كده كدائق هيدا الشيء لا ما حبش طبعا ما حبش اشوف حد متضايق لا هو واضح عليك دمعتك سخي يعني يعني لو سألتك سألتك ممكن تدمعتك شفتك باول مقابلة لما سألتك عن امك طبعا اه عن والدتك الله يرحمه اكيد يعني الله يرحمه اليوم رح نستذكر شوي انا وياك اشخاص مرقوا طبعا بحياتيك بالتمثيل او كانوا اصدقائك خلينا نبلش بالمخرج عاطف سالم تقولي ايه علي عاطف سالم قدمني للسنة انا عمري ما حنساله هو كان زوج كنتم كنا متزوجين يعني اول زوج هو كنت زوجته اه هقوله شكرا لان انت قدمتني واول من قدمني وقدني بشكل حال وقدني في مفيش تفاهم وبعدين بعد كده قدمني فيلم مليك وقدام عمر الشريف بعد ما عمر عمل لورانس وفحقوله شكرا طبعا ستنابيلا انت جد متصالحة مع حالك صحيح ما بتحكي عن حياتك الشخصية بس انتي بتقولي انه انا حتى لو كنتم زوجت مرة او اثنين او تلاتة كل المرحلة من هول الازواج علموني شي وكانت مرحلة بحياتي اكيد اكيد كل واحد كل واحد اتعلمت منه اكيد ما بتقولي انه زوجات فشله يعني غيرك باطلع على المقابلات بيقول لا مش عاوز عارزاخي زوجه كانت فشله نا بس انت ما بتقوليه ابدا بتقول تعلمت منها كل واحد اتعلمت منه وكل مخرج اتعلمت منه يعني من أشرف اتعلمت من علي عبدالخلي اتعلمت من عاطف الطيب اتعلمت من كل واحد اتعلمت من إناس اتعلمت من حسين كمال اتعلمت من مديحة يسري قدم أسرة بحياتك قدمت حبيه دي حبيبتي دي دي حبيبة قلب دي هقولك على حاجة هي في صداقة بيني وبينها وهي الام كانت في صداقة مع امي انا فمن هنا جاء القرب قوي بيني وبين ماما مديحة حبيبتي دي حتى صورك عندها بالبيت يعني الصور صورها عندي وصور اتلاقلك كمان كانت حطتوا من عندها بالبيت عندها وصورها هي عندي صورها هي عندي على طول في البيت فهي بالنسبة لي بالنسبة لي حاجة حلوة حاجة حلوة في حياتي يعني يعني يا اولا انا بعد امي ما قدرت شنطق كلمة ماما لأي حد نهائيا اللي لها هي كان لها معزة خاصة علي اه طبعا لان كلمة ماما دي عزيزة علي انا ما قدرش اقولها لأي حد ولكن قلتها لها هي لان هي فعلا بحس بيها بالأموم وبحس بيها بالحنان وبعدين ما تبخلش باي نصيحة تقولي يعني تقولي خيف عليكي الان عليكي اه صوتك ما له اه ما عرفش ايه ايه يعني الان علي فانا حتى لو سفرت بالتليفون معها على طول ولازم اودها ولازم اروح لها المستشفى وقبل كده كان البيت فبيني وبينها يعني علاقة كتير حلوة لا قوية قوية هي بصي ماريم دي صديقة كانت جميلة ودماخة خفيفة اوي 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 كان عندها مواقف حلوة يقوله كتير بتحبية انت احب الحاجات لما تحكي حاجات كده احبها يعني انا زرتها في المستشفى كتعبانة وروحت لها البيت شفتها كانت برضو لما بديت تقعد في البيت ويعني تاكد يعني اه كده فكنت اروح اخد لها اخت حسين كمال كان زريفة اوي دماخة خفيفة روح تضحكها شوية ونهض معها كده وبس وجدت هي اتوعاكس الممثل الكبير عمر الشريف اه شبت استذكري من تمثيل معه من لا انا كنت وقتها ده تاني فيلم فكنت بتكسف وقعدة في القضاء على طول وما بطلعش من القضاء خالص كنت تكسف منه؟ اتكسف منه جدا ولما اجي امثل بيني وبينه مسافة بعيدة كده فهو كان حتى يستغرب يقول مالها البنت دي فيها ايه فكنت بخاف منه كنت حاسة ان هو حاجة كده فكنت ما يجي يكلم معي يبقى بعيد قوي كده وخايفة ما يستغرب طيب بالتنسية؟ اه يستغرب طبعا يخش يقولولي يعني طبعا وضلت هاي الحالة وضلت هالحالة شوية بس مع الوقت يعني في الاول كنت بتكسف منه ومخاف منه كده معرفش ازاك كان عاطل الدور الق countryside لا هو عشان حسيت إن هو بقى عاليني و انا كان ده تاني فيلم لي فكان عامل لي نوع من الخوف طبيعي يعني المخرج الكبير يوسف الشهين اشتغلت معه واشتغلت معه كمان يعني هو دي حاجة حلوة في حياتي ان انا دخلت مدرسة يوسف الشهين واشتغلت معي يوسف الشهين انا حالعب لعبة صغيرة انا وياكي قبل ما انهي هيدا الدقاء الحلو معيك من خلال افلامك طبعا رح اسألك اسئلة الى علاقة باشهر افلامك اي متى حسيت انك امرأة تحت المراقبة انت حسيت اني مرأة تحت المراقبة فترة من فترات من فترات حياتك فترة جاه اي متى قررت تكشف المسطور لا ما حصليش ان انا فكرت اكشف المسطور اكشف المسطور عن ايه ولا مرة بتكشف المسطور عن اي حاجة لا واللي بيزعلك اللي بيزعني يمكن هي حاجة بسيطة كده لكن يعني هو زعلتي لما زعل هزعل مسرة واروق مصرع يقول ذلك زعلك خفيف اه خفيف قوي يعني هو قديم شوية بانك كانه ما صار شي اه كنو لا ذه يقوله القلب الابيد كانه ما صار شي اه يقوله مخلاص يعني حتروق حتروق اتنرفز وماعد الشو هتروق خلاص انت بتعصب LOVE اه احيانا باعصب كتير مانبين في عندك فيلم اسمه هدى ومعالي الوزير أي متى دخلت بمشكلة مع وزير سابق بحياتك العادية أه ما حصرش دخلت بمشكل مع وزير يعني الأدوار اللي مسلتيا بأفلامك ما صارت بالحياة الوقعية لا 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 طب أي متى رحتي رحلي سميتيها رحلة العجايب كمين هيدا فيلم بقى؟ رحلة العجايب هو الفيلم ده كان كله عجايب فعجايب هو الفيلم ها انت بحياتك أي متى رحلت رحلة العجايب؟ هو الفيلم ده كنا فيه كلها في عجايب الفيلم ده اللي عملناه رحلة العجايب اللي عملناه في أمريكا ده كان كل الحاجات اللي فيه عجايب لأن ده كان كله حاجات كده يعني صدفتة حاجات كلها عجايب فيها عجايب فهو ده رحلة العجايب بس طلع حلوة قوي ده مخفيف قوي لا هو حلو فعلا تعملي إيه لما يكون مفيش تفاهم بينك وبين لقدامك؟ كمان هيدا من أفلامك اه مفيش تفاهم ده اللي عملته في الأول مكون مفيش تفاهم خلاص أنهي الحديث بينه وبينه ما بتقعد بتقنعين؟ لا عندي الصبر يعني لو اتكلمت في حاجة وحصت أني مفيش تفاهم وخلاص خلاص أي هو اللي سري جدا بحياتنا بيل عباد؟ سري جدا؟ كمان هيدا فيلم لقلك ايه ما هو مع أفلامك ما شاء الله يعني كتيري ما بكون عندي سري جدا مش هقوله ما بكون عندي حاجة سري مش هقولها ما فيش شي بتقليلنا إيه؟ لا إزاي سري واقوله شوية؟ منو؟ نو؟ أبدا؟ نو؟ أبدا؟ بتقولي لابين تسمحوني ما كانش قصدي سمحوني ما كانش قصدي آآ ده فيلم لا بس أنا ما عملتوش لذا كان حاجة عملتها في الإزاع وكان حيتعمل مسلسل وما عملتوش سمحوني ما كانش قصدي لو لو في حاجة أنا ما أصدتهاش وتفهمت غلط فحقول سمحوني ما كانش قصدي ما عندك حاجة معين بتقليله اليوم؟ أبدا؟ طيب خليني شوي أحكي عن مصر اللي هي ما فينا ما أحكي عنا وحضرتك بتحب النيل كتير وقعدة بوش النيل طبع وعطول بتستذكر غنية عبد الحليم اللي هي يتيبر السير بن شطين اللي هي أنت بتعرفت قلية مش أحبها قوي أنا ما عارب ولا مش حافظتها يعني حافظتك ما عاربش غنية ده نحب أسمعها نحب أسمعها منو بس يتيبر السير بن شطين يا حلو يا سمر لولها سمارك جوه العين ما كانش نور يا حلو يا سمر بتحبيها كتير أه بحبها أوي بحب كل عبد الحليم كل أغاني عبد الحليم كل عبد الحليم اليوم إذا بدنا نستذكر غنية ونحط لك إيها أه أي غنية نحط لك حتيلي حاول تفتكرني حاول تفتكرني حاول تفتكرني بحبها هلأ بنسمع عليك بحبها عمري منسى حبيبي والله وحبيبي والله بسى حبيبي والله وحبيبي مهنة تنسى حبيبي والله وحبيبي عمري منسى حبيبي ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني لو مرت بطريق مشينا مرة بي او عدد بمكاني كلينا زكرا في لو مرت بطريق مشينا مرة بي او عدد بمكاني كلينا ذكرى بينا ومرت في طريق مشيت مرة بي أبعدت مكان كان لها ذكرى بي ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني طب اليوم بدي أسألك سؤال نيل شو بيعنيلك؟ شريان الحقيقة عندنا ده نيل ده مشربتش من نيلها آه آه طبعاً شريان الحقيقة عندنا ده كل حقاً أي منطقة بمصر تعنيلك أكتر شي بتقولي هاي ده المنطقة اللي أنا بحب إرتاح فيها لا هو أنا سكنة في المكان اللي أنا فيه قاعدة فوق فيه كده فمقفل عليها أنت تقصدي فين في مصر؟ مصر كلها مصر كلها يعني أنا بحب في الصيف أطلع الساحل عندنا في الساحل فيه مكان كده بحب أطلع فيه في الهدوء ست نبيلة شرفتينه ونورتينه وبدأ إلك عن جديد وعلى أمل نشوفك قريباً على الشاشة إن شاء الله ها المقابلة الحلوة تشكرك على المقابلة الحلوة أنا اللي بشكرك يا حبيتي وأنا سعيدة بلقائي معاكي وسعيدة بالبرنامج ومبسوطة جداً جداً إن أنا قعدت وعملنا الحوار الحلوي يا رب يعجب الناس وأنا متأكدة أنه رح يعجب الناس ممكن نلبس لبنى الدارة؟ البسية، ما فيك تعيش بدونها؟ لا، ما أنا عيشت معاكي هو الخطر العادة نتكلم لكن بس حبيتي أوريك إن أنا أقدر من غير وأقدر بي فحبيتي أقفل بلنى الدارة كيف ما كنتي حلوة؟ الله يخليكي، الله يخليكي، الله يخليكي مشاهدينا لهون بتكون انتهت حلقتنا مع السبت الممثل الكبيري نبيل عباد نشوفكم الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت كمان من مصر مع ضيف جديد اشتركوا في القناة